موسيقى بعد خفض دعم الوقود ما هو موقف الاسعار في مصر بالنسبة لمثيلاتها العربية خروج المنتخب المصري من كأس العالم مفاجأة هي أم أمر بديحي ومن أخبارنا أول يوليو زيادة المعاشات المدنية والعسكرية 15% ساعة من مصر طابت أوقاته الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق اليوم على قوانين بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات إضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك بعد موافقة مجلس النواب الجريدة الرسمية نشرت اليوم قرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات والزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات حيث سيتم منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بنسبة تبلغ 10% من الأجر الأساسي وزيادة المعاشات بنسبة 15% للمدنيين والعسكريين على أن تطبق هذه الزيادات اعتبارا من الأول من يوليو المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نرحب بأستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم دكتور صلاح هاشب دكتور صلاح يصل هذه الزيادات علاوات وكذلك زيادة في المعاشات هل هي من باب التخطيط فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية الضمانات الاجتماعية أم أنها خطوات إجرائية روتينية البعض يقول أنها روتينية أولا طبعا برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكالي اللي الدولة بتقوم به بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بيتطلب طبعا شبكة حماية اجتماعية موجودة الرئيس عن فتاح السيسي منذ توليه الرئاسة وهو مصرع لأن تكون هناك شبكة للحماية الاجتماعية تستطيع أن تتلقى سواق الإصلاح أو الفئات الغير قادرة على التواكب والتكيف مع الإصلاح الاقتصادي معروف أنه في تغييرات سياسية واقتصادية في السياسات الموجودة وبالتالي في ناس يكونوا غير قادرين على التكيف مع هذه البرامج دي بتسقط فلازم أن يكون هناك شبكة للحماية الاجتماعية كانت هناك شبكة للرعاية الاجتماعية وشبكة للضمان الاجتماعي ولكن الآن نتحدث عن شبكة للحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية ليست فقط أن تتلقى سواق التغيير الفئات غير قادرة على التكيف ولكن تستطيع أن تحافظ على الفئات المعتادة على مستوى معيش ومعين أن تحافظ عليها دون أن نزول من طبقة إلى طبقة أخرى أو من فئة إلى فئة أخرى فهنا مفهوم الحماية مفهوم أوسع وأكبر قبل كده كانت الزيادة سنوية كنا معروفة دايما في النظم الحكم السابقة أن كل عيد عمال واحد مايو من كل سنة بتتحدد هذه العلاوة لأنها علاوة استثنائية هي كانت 10% سابتة لكنها كانت أحيانا بتبقى 7% 5% لكن في العصر السابق عصر مبارك على وجه التحديد لم تزيد على مدار حكمه عن 10% الآن الحديث بيعود مرة أخرى لأن زيادة مرتبات العاملين بمعدل 10% 10% بالنسبة للعملين في دولاب الحكومة بالنسبة للمعاشات العلاوة الاستثنائية بتكون 15% بالنسبة للمعاشات المدنيين والعسكريين والإعانة الدورية هتزيد بما هي قلة عن 65% أو بحد أدنى 65 جنيه السؤال والمهم أنه العشرة في المية دي هتكون من قيمة الراتب ولا هتكون من قيمة الأساسي بتاع المرتب لا اسمح لي عندي سؤال تاني هذه الزيادة أتت بعد الزيادة في أسعار المحروقات ولا هي من باب الروتين كل أول سنة مالية واحد سبعة بيقافي زيادة 10% بعضها من باب الروتين ولكنه هو بالنسبة للعملين في الدولة المعاشات قاعدوا سنوات طويلة جدا في الزيادة فيها لكن الحديث أن الزيادة بتتم بشكل معين بالنسبة للعملين لكن المعاشات كانت كل كم سنة يعني بعد شكاوي وبعد حاجات معالية أنه خاصة أنه كانت زيادات في المعاشات ما كانتش بترجع من موازن العامة للدولة السنة دي الوقت اختلف لأنه احنا بنتطلق احنا عندنا أولا 9.5 مليون مواطن في المعاشات الحد الأدنى الزيادة هتكون للمعاشات الضامنية للمؤمن عليهم لأن في ناس تاني بتاخد معاش ضواني بس للناس اللي مش مؤمن عليهم زي مثلا تكافروا كرامة 450 جنيه لكنها بتكلم على المعاشات للناس اللي هم مؤمن عليهم في الدولة السنة دي دمج العسكريين مع المدنيين في نفس الزيادة ما كانش قبل كده بيكون مدنيين مع العسكريين لأن كل فئة بتاخد من السندوق بتاعها الدولة وزارة التضامن هتطلع من سندوق التامينات الاجتماعية 157 مليار بينما هتتحمل الموازن العامة للدولة 23 مليار يعني هذه الزيادات في المعاشات بالنسبة للمدنيين هتكون من الموازن العامة للدولة بمعادل 23 مليار جنيه في هذه الزيادة السؤال الأخير يا دكتور عادة أنا شخصياً بتوفي الأرقام عادة أو أميل دائماً إلى فكة النموذج سيادتك أستاذ في جامعة الفيو صحيح؟ نعم فانت طيب حنقول دكتور في جامعة الفيو تمام مش سيادتك أو لو حبيت تقدر نسب بيك ما عندش مشكلة تمام أنا في التليزيون ما عندش مشكلة ما عندش مشكلة الأساسي كام والعلوات دي كلها بتبقى كام بعد كده الزيادة هتبقى كام بالفلوس يعني ممكن واحد يبقى مرتبه عشر تلاف جنيه مرتبه مفيش لا واحد واحد عاوز حالة عاوز نموذج أيها نفترض أنه مرتب عشر تلاف جنيه مفيش يا فنم فين المرتب الأساسي لا مش الأساسي تتعلم جملة الزيادات الأساسي كام الأساسي ممكن يكون تلتمية خمسين جنيه نكبر شوي قل بس عن سبعمائة جنيه تونمائة جنيه يعني بيبدأ من تلتمية يعني دلوقتي تلتمية وخمسين ربعون أعتقد لو أستاذ مثلا مش هايزة عن خمسمائة جنيه خمسمائة جنيه ده الأساسي كويس أنت بتاخد بتاخد زيادة عشرة في المية خمسين آه خمسين جنيه عن إيه عن الأساسي عن كل سنة ولا عن إيه لا أنت تاخد زيادة في المية في الأساسي بتاع المرتب لطول السنة كلها طيب كل سنة مرتبك هايزة خمسين جنيه كويس طيب تمام على حسب الشريحة بتاعتك أنت الأساسي بتاعك كام وتاخد عشرة في المية هو عمل فيه قانون جديد حتى حدث تغيير ما تداشت تكلم عن الزيادة في الرواتب الآن دون أتكلم عن قانون اللي هو بتاع الضريبة على الدخل كان المرتب عمل شرايح للدخول في القانون الجديد بتبدأ من 8000 لحد 200 ألف جنيه اللي هو الدخل الشهري كانت الدريبة على الدخل الأول بتكون المرتبه 7200 دخل وإشار بالزيادات بالإجمالي كان معفى من الضرائب رفع الشريحة الآن قال لك أنه لمرتبه 8000 جنيه معفى من الضرائب تماما أما الشريحة الثانية اللي هي من 8000 إلى 30 ألف جنيه فهو بيدفع الضريبة على الدخل 10% وعنده 7000 ومسموح له لو فيه 7000 جنيه حاجة اسمها الداخل الشخصي يعني أنت 8000 ده مرتبك وعندك 7000 جنيه من دها تانية أنا تهتي تاني لعنده حغير السؤال اللي تريدها أسهل بس عشانقول شريحة بتاع تضريبة على الدخل ما حاتوه برضو فان اسمح لي الآن الشخص أنا بشتغل في الحكومة تمام الأساسي بتاعي 500 جنيه حل هذه الزيادات هتنعكس عليها إزاي تقريبا حيزيد يبقى قد إيه هتاخد 10% من الأسل تاعك يبقى كام اه أو عامل حد أدنى كام توقي عنه الدورية ما تقلش عن 65 جنيه بحد أدنى الراتب حيزيد أي مواطن في دوراب الحكومة بحد عنا الدورية لعنا الدورية مقلش آه مش هقلها على 65 جنيه طيب وفي علاوة السسنائية العلاوة السسنائية اللي هي تزيد 10% يعني 10% اللي السسنائية هتزيدها ولعنا الدورية هتخدها كل سنة على مرتبة 65 جنيه حد أدنى يعني 300 جنيه زيادة أسنة سنة يعني ممكن تصوى 150 لـ 200 جنيه مش هايزة عن كده خالص بعد ما تاخد منه الدراي وتاخد منه الدريبة على الداخل وكله هيصففني على 150 جنيه كحد أدنى شكرا جزيلا للأساس التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم دكتور صلاح هاشم شكرا جزيلا لحضرتك الجمعية العمومية الأولى لاتحاد العربي للتحكيم في منازعات الاقتصادية والاستثمار عقدت اليوم بالقاهرة الاتحاد الذي يضم 14 دولة عربية يهدف لخلق منظمة قانونية قادرة على حل الأزمات الاقتصادية وحماية المستثمرين العرب نيف فقط بهدف خلق منظمة قانونية قادرة على استعاب المشكلات الاقتصادية للمستثمرين العرب وأن تكون أليتها محل ثقة واستقلالية وتوافق عربي عقد مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية الاتحاد يعول عليه في تهيئة القوانين والتشريعات المناسبة لجذب الاستثمار تلك الكائنات الهمة لتلعب دورا أساسيا ومحوريا لتفعيل دور التكامل الاقتصادي العربي في وضع النواة الرئيسية لحواز الاستثمارات والمشروعات العربية المشتركة بين الدول العربية الإصلاحات التشريعية في مجال الاقتصاد يعني غير مسبوقة عدد القوانين اللي بالفعل تم تصديق عليها أو تعديلها يعني كانت أهم حاجة أنها مش بس كان القوانين بتقوم بها الحكومة ولا بتناقش في البرلمان ولكن كنا حرسين نحن دايما نتشاور مع المستثمرين وقد أثنى الحضور على التعاون البناء بين الحكومة المصرية والبرلمان في سن حزمة من التشريعات التي يتوقع أن تنال رضاء رجال الأعمال في الداخل والخارج وتكون دافعا لهم على زيادة حجم استثماراتهم أصبح هناك توافق كبير وتوافق كبير من أجل أن ننشأ هذه الألية المحترمة التي تضع التحكيم مكانته الحقية في الوطن العربي وتستغل من أحد أدواته سواء كانت غرف الوساطة أو التحكيم من أجل المساهمة فيما يجري من تطوير وتنمية اقتصادية والستثمارية في المنطقة من أجل أن نقدم للعالم نموذج محترم من التحكيم الشفاف العادل الناجز الذي يكون محل ثقة للمستثمر العربي والمستثمر الدولي ويعد الاتحاد أول كيان يحمي الاقتصاد العربي حيث سيكون له دور كبير وسيحقق للقطاع الخاص العربي الريادة والتخلص من كافة الخيود الحالية تتصارع خطة دول العربية نحو جذب مزيد من المستثمرين من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار العربي أمر يعكس اهتمامها بتحسين الأوضاع الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح التي تتبناها بعض الدول أحمد مصطفى الغد القاهرة مجلس النواب وافق اليوم بأغلبية ثلثي الأعضاء على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ يوم الرابع عشر من يوليو القادم حيث تتولى القوات المسلحة والشرطة حفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب كاميرا الغد أجرت لقاءا خاصا مع السفير الفلسطيني بالقاهرة خلال زيارة وفد من السفارة للمصابين الفلسطينيين في مستشفى الشيخ زايد التخصصي للاطمئنان على أحوالهم الصحية كل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية وشكر خاصة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على استقبال مصر لجرح العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة هم يطلقون الرعاية الكاملة في المستشفيات المصرية ونحن على ثقة بأن جرحانا في أيدي أمينة وأيضا الأطباء والتواقم الطبية المصرية لديها الخبرة الكافية وأنا لمست ذلك بنفسي أن جراح هؤلاء الجرحة البواسل بدأت تتشافى ونتمنى لهم عودة ميمونة في أقرب وقت إلى غزة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقبل اليوم بالقاهرة نائب رئيس جمهورية العراق إياد علاوي والوفد المرافق له ومن المقرر أن يقوم علاوي بعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين على رأسهم رئيس الجمهورية لبحث عدد من الملفات المشتركة وكذلك لتطوير العلاقات القائمة بين البلدين بعد خفض دعم الوقود ما هو موقف الأسعار في مصر بالنسبة لمثيلاتها العربية بعد الفاصل نلتقي نائب رئيس هيئة البترول سابقا المهندس متحة يوسف القومة اشتركوا في القناة نرحب بنائب رئيس هيئة البترول سابقا المهندس متحة يوسف نقولنا فاني أهلا بيك فاني سعر لتر البنزين بالسعر العالمي كام؟ حسب نوعيته الأعلى درجة اللي هو 95 تقريبا سعره حوالي 10 جنيهات ما يوازي 10 جنيهات؟ يعني الحكومة بتدفع حوالي 2 جنيه وربع في كل لتر صح؟ صح؟ تقريبا ما هو اللتر؟ 7 جنيه 75؟ أي صح كده؟ أي طيب وال92 92 لازم بس نعرف أن الفرق بين بالتبقى للأسعار العالمية الفرق بسيط جدا بين النوعات الثلاثة طيب يعني بالنسبة للأسعار العالمية ولكن طبعا مصر بتعمل دعم يعني مش دعم هو توجيه للمكونات المحلية اللي هي من أصل خام مصري مملوك للدولة بتوجهه أكثر للبنزين الزوء الاحتياجات الخاصة بالطبقات المتوسطة أو المحدودة الداخل تفسير الجملة سيادتك الجملة الرئيعة دي عاوزة تفسير يعني لا فرق أساسا بين البنزين 95 والبنزين 80 في السوق العالمي الفرق بسيط آه في السوق العالمي ولكن عندنا في السوق المحلي بنعمل إيه إحنا عندنا منتج محلي منتج محلي من البنزين منتج من أصل خام محلي كويس من تجول فده تكلفته في المكونات الخاصة بالبنزين بتبقى تكلفته قليلا جدا طيب بنعمل إيه ده ده بنوجهه في ضمن الخلطات بنوجهه للبنزين 80 أكتر من نوجهه للبنزين 92 أكتر من نوجهه للبنزين 95 كويس ففي هنا زي ما تقول هو مش دعم لأنه كل حاجة بتكلفتها كويس لكن التوجيه المنتج الأرخص لي صالح حصن استغلال الموارد بالزبط طيب دلوقتي مصر الحكومة بتستورد بقى لسائق السيارات بتستورد لهم البنزين من بره؟ بنستورد بنستورد نسبة كم؟ بنستورد حوالي إحنا مصر بنستورد حوالي 2.5 مليون طن في السنة نسبة كم من احتياجاتنا؟ تقريبا 30% و70% الحمد لله من خير أراضينا بس من خير أراضينا بس الـ 70% دول منهم في بنزين بيبقى مشتارة من شركات الاستثمارية المصرية برضو من خمات أصلها مستورد فحنا بنشتري من الشركات المصرية الاستثمارية بساعد العالمية ما عندناش يعني مافيش شركة مصرية 100% تمتلك حقلاً بيترولياً تددد الحكومة كلها شركات عالمية لا شركات مصرية بالشراكة استثمارية لا ما فيش شركة لغاية النهاردة مافيش شركة أجنبية في شركات الاستثمارية المنتجة للبنزين والوقود بشكل نعم لغاية النهاردة ولكن كلها شركات ملك الدولة أو الدولة بتشارك بنسبة كبيرة فيها طيب إذن المقولة بأن سعر العالمي أرخص من السعر في مصر دي مقولة غير علمية دي مقولة غير واقعية وغير قابلة للتصديق أساسا بس سيادتك عارف أن هناك من يقول ذلك ده يعني ليس له دراية على نشاط البطرور على الإطلاق من يقول هذا القول طيب تسمح لنا يا فندم أن عندنا حاجة أعزوني أعرضها بعد إذن حضرتك وبعدها أسأل سيادتك كذا سؤال لأن لقينا كثر الكلام بصراحة فيما يتعلق بالبنزين في مصر غالي رخيص فيعني من باب أنه كما قال العرب قديما بضدها تعرف الأشياء أو من باب أن من يريد أن يقف على حاله فعليه أولا أن يتعرف على أحوال أغياره بما أن لغة الأرقام تكشف الكثير من الحقائق فسنحاول الآن في ساعة من مصر أن نقارن بين أسعار البنزين في مصر وفي عدد من الدول العربية التي تتشابه كثيرا كثيرا مع مصر فيما يتعلق بمتوسط دخل الفرد مثل تونس، فلسطين، الأردن، لبنان، المغرب معتمدين في ذلك على عملة واحدة وهي عملة الجنيه المصري كوحدة قياس لسعر لتر البنزين الواحد في مصر يبلغ سعر لتر البنزين بعد الزيادة ستة جنيهات وخمسة وسبعين قرشة بينما في تونس مثلا يبلغ سعر اللتر أحد عشر جنيها مصرية أما في فلسطين فيصل سعر اللتر الواحد إلى خمسة أضعاف السعر المصري ليسجل ثلاثين جنيها مصرية وإذا نظرنا إلى الأردن فسنجد أن لتر البنزين يباع هناك بثلاثة أضعاف السعر المصري تحديدا بعشرين جنيها وتسعة وعشرين قرشا أما في لبنان فسيبلغ سعر لتر البنزين ثمانية عشر جنيها وتسعة وستين قرشا وأخيرا في المغرب سنجد أن لتر البنزين بواحد وعشرين وثمانية عشر قرشا هذا هو الحال طبعا أخذنا بعين الاعتبار أن تكون هذه الدول مستوردة كذلك للنفط مش هيدا نقارب بين أسعار وأسعار الدول تصدر النفط زي دول الخليج وزي مثلا الجزائر وليبيا وغيرهما إنما يا فندم السؤال الآن الذي يطرح نفسه كذلك كل هذه الزيادات من باب رفع قليل من الدعم في حين أن الذي يستفيد حتى اللحظة هو ما لا يحتاج اللي عنده عربية أربع تلاف وخمس تلاف سي سي بياخد بنزين زيه وياخد الدعم زيه بالضبط ما زي اللي عنده عربية يعني فقط لتأدية الغرض عربية اقتصادية صحيح؟ بس لازم نرى هنا نقطة مهمة جدا أن صاحب العربية الفهيرة الربع تلاف سي سي بيدفع رسوم جمهوركية تعتبر رسوم ضريبية تعادل عشر أضعاف اللي ما تم سداده من ضرائب أو رسوم جمهوركية العربية الأقل دي ضريبة شراء؟ لا دي ضريبة لا هنا دي هي بتسمى هنا في المفهوم الاقتصادي دي هي رسوم جمهوركية لكن هي رسوم حماية واخد بالي بس هو بيدفع ده ضريبة شراء إذن هو ساعد الدولة في كويس دفع ضريبة ضريبة في زيادة الدخل بشكل كبير جدا ومؤثر يعني العربية ما فيش في عربية بتدفع رسوم جمهوركية تتعدى المليون جنيه يعني طيب سأدرك لو حدينا هاسبها طيب 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 وحد عشان بس يبرد طيب واحدة وحدة وحدة عايزة وضح هنا نقطة مهمة لا بس عندي هنا الأول سؤال يعني إحنا لو رفعنا الدعم تماما عن المحروقات زي ما يتم السنة الجاية حنوقف الجمالك؟ لا طيب ما ده أنا بقول لأ 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 دي دي حاجة اسمها درائب ودي درائب حماية لكن هي في الدول الكبيرة خلينا نكون أكثر صراح في الدول الكبيرة اللي هي ما فيش عندها بتطبق أسعار عالمية للوقود والمحروقات وبتطبق ضرائب على الوقود زي الدول دي كلها على فكرة دي محملة بضرائب إضافية وليس السعر العالم الأسعار اللي احنا أشارنا إليها كل الدول دي لا تتسعر الأسعار العالمية للبنزين فقط لا ده بتضيف ضرائب حماية أكتر بتضيف ضرائب لصالح الدولة على لتر البنزين أغلى دولة فيها أغلى دولة في بيع لتر البنزين إيه يا فن؟ تقريباً يعني لو ستك تعرف يعني اللي عرفوا أني تقريبا يصل لتر البنزين إلى 2 دولار و2 من 10 يعني حوالي 36 جنيه فين؟ أنا كانت عندي طيب أوروبا أمريكا أسيا أنا بسحيلها خالصة هذه في كندا طيب يعني في ناحية أمريكا في القارة الأمريكية أوروبا طيب خلاص أوروبا إذن في الغرب في الغرب ثم الدول بيصل فيها سعر اللتر إلى 2 دولار وكسر طيب وأرخص دولة أرخص دولة بتطبق تقريبا هي دولة عربية هي ليبيا كويس السعر أسابتك حضرك السعر ليبيا كانت أنا مش عاوز أزعجك يعني بالأرقام بس لأن هكذا يتساءل يعني المواطن العادي نص السعر عندنا طيب مثلا لا أقل لا أقل لا مش نص السعر أكتر طبعا 60-70% من السعر عندنا 70% تقريبا من السعر المصري طيب سيادتك نائب رئيس هيئة البترول المصرية سابقا بتشوفين أسعار في مصر أسعار عادلة للمحروقات الله أنا شاف أن هي أسعار يعني أقل من أقل من السعر العادل كمان إحنا كنا طول عمرنا بنطالب الدولة كمسؤولين في قطاع البترول لأننا نصل إلى المعادلة السعرية السليمة لأننا كنا بنجابه مشكلة كبيرة جدا في معدلات الزيادة الاستهلاكية الغير طبيعية لأن مصر معدلات الزيادة الطبيعية في العالم كله بتصل في النسبة للمحروقات إلى 1 إلى 2 من 10% مصر وصلت لمعادلات الاستهلاك الزيادة السنوية في المحروقات إلى 16% و15% ودي زيادات يعني لا تعبر على معدل التنمية أو حركة السياحة أو حركة التجارية في مصر لكن دي كان فيها نوع من التشوه فإحنا قلنا الحل الأمثل عشان انضباط الأسواق وانضباط حجم الطلب وانضباط الميزان التجاري بتاعنا اللي احنا كنا معاني كثيرا في تدبير العملة الصعبة لشراء احتياجات المواطن وعدم وجود اختناقات في السوق المحلية ان احنا نرفع الدعم تماما ويبقى الأمر معروض بسعر العادي اللي هو يحقى التوازن التوازن السوقي ويحقى لنا كمان نوع من التوازن في معدلات الزيادة السنوية ترى لدى المصريين بزخ وطرف في التعامل مع المحروقات يعني مثلا لو بسيط كلا للعربيات في الشارع هتجد ان تبين في المية سيارة ماشية راح مشوار 3040 كيلو وفيها شخص واحد احنا كلنا شايفين الكلام ده وشايفين نوع من الطرف في هذا الاستهلاك وكمان المشكلة الكبيرة ان المصريين عندهم البديل الامسل عندهم زي مثلا ارجنتين وصل معدل الاستخدام الغاز الطبيعي في السيارات الى اماية فوق الستين في المية وده طبعا لان الارجنتين دولة كانت بتعاني اقتصاديا زينا وما زالت بتعاني اقتصاديا زينا ولكن كان هدف الحكومة الارجنتينية اللي هو الحفاظ على دعم اقتصادها بالمحروقات وخلافه ان هي تتوجه الى الغاز الطبيعي خصوصا كانت اسعاره ملأمة هنا في مصر احنا عندنا الغاز الطبيعي للسيارات وعندنا اجراءاتنا التحولية للسيارات وعندنا الغاز الرخيص او الوقود الرخيص لسياراتنا باجراءات تحولية بسيطة جدا ولكن الناس عازفين على استخدام الغاز الطبيعي في سياراتهم بحيجة جواهية شديدة جدا هي الشنطة شنطة العربية بياخد فيها مكان احنا المصريين هل سعر البنزين هو سعر بالنسبة لنا غير ملائب وسعره مغالفي طبعا انت عندك البديل ومش هستخدمه ليه عشان شنطة العربية مش معقول نعمل شبكة اذا نحن مرفهين نحن مرفهين في استخدامنا للوقود والطاقة طيب سؤال الاخير يا فندم كثيرون يتساءلون هذا السؤال طيب الحكومة بتدعم البترول والسائل العالمي اعلى من ذلك ونحن لدينا طرف وبزخ ويعني سفه في استخدام المحروقات بس الحمد لله ربنا بعد خير ربنا بعد ظهر وفيه كلام دي وقت عن حق لنور والخير جاي وفتدني اسعار ما تزيتش لا هو انت عايز تعمل التوازن يعني الظهر لما حيدخلوا او لما انحق الاكتفاء الزاتي من الغاز الطبيعي احنا هنا بنحق الاكتفاء الزاتي خلي بالك في ظل ان احنا حنشير حص الشريك الاجنبي وحنسدد النفقات بتاعة الاستثمار اللي حصلت فانت عندك فترة فترة زمانية محددة لازع عليك عليها اعباء ضخمة جدا عشان تغطي اعباء ظهر اللي هي عبارة عن انفاق اللي تم صرفه من قبل الشركاء الاجاني احنا لين حصتنا دي اما حصتنا يعني عندنا فيه جزء من انتاج حيوجه الى سداد الانفاق اللي تم صرفه على ظهر وليه حيتاخد فترة دي فترة زمانية محددة اما الحصة بتاعتنا اللي احنا هناخدها فالحصة بتاعتنا دي هتغطي احتياجاتنا جديدة زي مثلا محطات الكهرابة العملاقة اللي هتشتغل قريبا جدا دي 3 محطات عملاقة هتغطي حوالي 16 الف ميجا هتغطي تقريبا تماما على اي مشاكل في انقطاع التاريخ الكهرابي للا مالة نهاية الحمد لله اذا احنا عندنا اعباء وعندنا التزامات تجاه المواطن خلي بالك عدم انقطاع التاريخ الكهرابي للمواطن لفترة زمانية وتأمينه اظن ان ده كانت من ضمن احتياجات المواطن الملحة طيب سيادتك عبيتك كم سيسيا فان 1660 غاز ولا بنزين غاز ليه غاز ليه سانع غاز ولا بنزين انا بقول على حقيقة نقطة محددة برضو عايز اقول اذا كانت استهلكاتي اقل انا بقول اذا كان استهلكاتك اقل من 2 لتر في اليوم اذا انت لازم تتجاه الى البديل اذا كانت اكتر من 2 لتر في اليوم فانت لازم تتجاه الى الغاز الطبيعي وده الحجم الاقتصادي الامس سيادتك بنزين انا بزيل لان استهلكة اقل من 2 لتر شكرا جزيلا سابقا المهندس متحة يوسف شكرا جزيلا للاحظتها كفاء ممكن ازود اخر سؤال سيادتك كنت متوقع لمصر تعمل حاجة في كأس العالم لا ما كنت احنا سعيد جدا بان احنا وصلنا بس كأس العالم وكان اكفينا هذا راضي ومقتنع جدا مش متدايق بعد الفاصل اتساءلوا هذا السؤال خروج المنتخب المصري من كأس العالم مفاجأة هي يعني فعلا نحن اتفاجئنا فجئنا فعلا ان مصر اتغلبت من روسيا صاحبة الارض ام امر بديهي بعد الفاصل نلتقي نجم منتخب مصر في مونديال 90 المدير الفني لمنتخب الشباب سابقا والفائز ببطولة افريقيا 2013 الكابتن ربيع ياسين ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ببساطة وباختصار بعض الشيء يعني في رأي بيقول ان في تقصير في اداء المنتخب المصري ويجب ان يحاسب ويجب ان يتم التحقيق مع البعض وان يعني اخزلوا الجميع او خزلوا الجميع يعني وفي رأيي اخر بيقول يا جماعة الحمد لله يعني هي نعمة وكفة وصلنا كاسر العالم بعد 28 سنة ففجئنا بكرة قدم اشبه بالكرة القدم التي كنا نعتادوا عليها نرحبه بنجم منتخب مصر في موديال 90 والمدير الفني لمنتخب الناشئين المصري كابتن ربيع ياسين نقولنا كابتن ربيع اللبنا يبارك في حضرتك انت مع اي من المعسكرين تنتمي الى اي من المعسكرين ان الحمد لله وصلنا لكاسر العالم وفجئنا بكرة قدم تانية وانا عرفهاش خالص خالص او ان احنا كان في تقصير لا هو الحمد لله ولا عن وصولك لكن الطموح لازم يزيد وفي نفس الوقت حديثك مع الفوار مع ان الفوار كبير جدا من 90 ل2018 لكن احنا اتحطينا في مجموع حسن محمد حديثك كتفية هولندا وجلتيرا وإيرلندا وعملنا نتاك كويسة وكان عندنا اتنين محترفين الامور دلوقتي اتغيرت للأحسن والأفضل امكانيات احسن عندنا حوالي 17-18 لعيب محترف على رسول محمد صلاح النجم العالمي ما ينفعش النهاردة وفي نفس الوقت من فضل على ان جينا في مجموعة مفيش اسهل من كده لما القرى هتجيبني مع رجوية وتجيبني مع روسيا وتجيبني مع السعودية صحيح ايني قرى هتجيبني تاني في مخباحتك فالناس وبعدين عندنا منتخب كويس وعندنا نتاك كويسة جدا وعندنا امكانيات هائلة المفروض ان احنا طموحنا على الاقل احنا مش هالم فيها دي احنا كان الطموح يبقى موجود الدور اللي بعدك هو ده الصح يبقى فيه تقصير يبقى فيه تقصير فيش كلام الاداة ما كناش متوقعين والنتاكي مش متوقعين الامور يعني كنا بنأمل ان احنا نحاق نتاك كويسة عندنا ماتش بكرة السعودية بأمر الله تعالى قبل كده الفريدين اللي معنا في المجموعة عاديين جدا انا كنت موجود في ماتش روسيا اناك في روسيا بتفرق في وسط الجمهور وفي وسط الناس روسيا فريق عادي جدا بس صاحب الارض والجمهور وتصنيف اكسامهم مش مختلفة يا كابتن ماشي اكسام مختلفة يعني بنية جثمانية مختلفة عننا خالص بس خلي بقى حياتك احنا معنا في افريقيا اللي هي المفروض اطوال برضو والتحام وخشونة وحاجات كثيرة جدا افريقيا النهار سمعهم شوف افريقيا ماشاء الله احنا بنسك في افريقيا بننفتها في افريقيا فانا اقصد اقول ان مصر اسم كبير جدا مصر ماشاء الله اسم كبير جدا والطموح يزيد وزي قلت حياتك سنة التسيين كان عندنا اتنين مجد عبغاني في برتغال ومجد الطوبة في اليونان وادمنا مع بطل اوروبا 88 نعم نتيجة هاي ارلندا وماتش عالمي صحيح اخذلك ايرلندا الكبار والطول والالتحام والخشونة والقوة والسرعة والجالب البدني اه الجلترة ضربنا واحد يعني بالعافية فده هو ده لكن الناس حاولت احنا عاوزين نبص البكرة عاوزين نبص القادم القادم صعب جدا جدا بأمراه في التخطيط والتنظيم والإحلال والتجديد وفرق جديدة كبيرة ونكسب ان شاء الله طيب عندي كزا نقطة كابتن الربيع عاوزة تكلم فيها مع حضرتك يعني يعني مثلا مثلا فيما يتعلق بالتقصير التقصير ليه تلات محاور هنا في محور الاتحاد وفي محور الفني المدير الفني ومساعده وفي محور اللعيبة التقصير كان فين نصح يتكلم من وجهة نظرة بميرد الاتحاد كان في دهر الجهاز الفني واللعيبة ووفر كل ما يملك طيب جدد الثقة مع موجود توفر المعسكرات التجديد مستر كوبر اللعيبة الدهم كل ما يملك دي حقيقة بيما يرضي الله طيب هنا التأثير الفني في الأداء في الـ 88 ديال اللي موجودة من مستر كوبر الناس برضو مش مقتنعة بالأداء مش مقتنعة بسير المباراة مش مقتنعة بالتغييرات مش مقتنعة بالتدوير مش مقتنعة بالمنافس كويس مش مقتنعة بأن ممكن كان لعيبة يعملوا له إضافة فنية في مكسب ما أخدهمش مش كل محترف النهاردة سبحانه ينفعنا نجيبه عشان يلعب في منتخب مصر مش شرط مش شرط في محترف آه يبقى محترف إنه محلي ما ينفعش دولي فيه محترف دولي على أعلى مستوى اللعيبة فيش شك أن اللعيبة التأكيز مهم جدا التزام مهم جدا سبحانه الغيرة والنخ والوطنية مهمة جدا جدا المدرب مع اللعيب يعملوا حالة فنية في تسعين دياء اللعيب بيبعنده مجموعة وظائف لازم ينفذها على أعلى مستوى منتزم بيها من أول دياء لأخي دياء ده ما تشكر فنيات كله فيه فنيات في جانب تكنيكي على أعلى مستوى يعني تحرك يعني تمرير يعني تمرير يعني تسجيل حاجات كثيرة جدا فأنا شايف الاتنين المدير الفني مع اللعيبة في رأي كابتن ربيع بيقول لسيادتك إن كوبر لم يغير في شكل المنتخب وأن أي مدير منتخب حيجي يمسك منتخب الوطني عنده قماشة واحدة قماشة واحدة اللعيب المصري فعلى الأقل لازم يغير في طريقة لعبه في طريقة شكل المنتخب نفسه لماذا لأننا نزعج ونحن ندعمه ونجدد فيه السقة ونقول أنه وصلنا كاس العالم مستوى الكوبر كان ماشي في كاس أمم لحد ما وصلنا والنهاية كان ممتاز ولحد وصلنا كاس العالم على حساب غينا كان ممتاز إحنا وشوفنا أنه هلقى الابداع هلقى الخبارات في كاس العالم يا أسنوحاد ما ينفعش النهاردة أنا بلعب 4-2-3-1 أو 4-4-1-1 أو 4-2-3-4-4-4-2 ده كله وارد لكن في حاجة هنصير مباراة إفردال النهاردة دخل فيها هدف هل هنف هنفع النهاردة ما غيرش هل جبت هدف يعني ماشي في تعادل سير مباراة مهمة جدا من كوتش كبيرة الخبارات اللي موجودة عنده لازم تطلع في كاس العالم في الإبداع في الإبهار في التغيير في التدوير في التوظيف في التشكيل في النهاردة إحنا يعني عندنا رأس حربة واحد بس سمروان ما ينفعش من 23 و20 أخذ رأس حربة واحد 100 مليون يبقى عندي رأس حربة مروان محش لكن الاتحاد عارف فندم وساكت الاتحاد عارف من الأول وساكت الاتحاد سايب الاتحاد مسايب وده الصح الاتحاد من دين وخلبيها كل حاجة يعملها كوبر في ظهر الرجل وده الصح الاتحاد مش فني الاتحاد بيوفر بيتعاقت بيجيب طلباتك كل حاجة والرجل عمل نتاك كويسة بصراحة عمل نتاك في كاس أوبام ووصلنا وفي شود خسيرنا المباراة النهائي وكاس عالم 28 سنة على حساب غانا لكن كنا نأمل في كاس العالم أن خبراته الكبيرة تطلع في كل حاجة أن دايما هو باسم كبير باسم كبير واسم كبير على مستوى التدريبي وراجل له الدور وراجل التعب لكن كنا نتمنى في كاس العالم أنه يبقى شغله أجرم فيه تحرر اللعيب فيه جرأة موجودة بالنسبة لإدارته للمباراة حاجات كتيرة جدا كان ممكن نغيرها وممكن كانت تفرم معنا بالإجاب وفي شكلنا كان يبقى أفضل وأحسن من كده ما الذي أزعجك في روسيا كابتولابيا أزعجني بالنسبة للا إحنا فيه بحثة كبيرة جدا سفرت كان ممكن جانب التنظيم الإداري يبقى أفضل وأحسن وأمثل من كده ما نسؤول على التنظيم فيه الشركة أكيد الشركة اللي هي الشركة الموديها الناس الشركة هي تشكر الموديها الناس بس كان لازم النظام يبقى موجود أنا النهاردة سفرت مثلا أبراهيم حسن وإسماعين يوسف وإيمان طهر جيل تسعي كان لازم نروح نتفرج على التمريد طيب أما الفنانين راحوا قبلها بيوم لا أنا معرفش نظام الفنانين يعني أخذ بحياتك بس أنتك قبلتهم بس كنا فندهم وما فندهم ما كناش مع بعض فمعرفش البرنامج كان إيه زيارة إيه وتروح تحضر إيه كنا بعاد عن بعض فالقصوده أن أنا كنا كان لازم نروح للعيب أنا لما عود مع ابتشافي وانصحه ووجيه صحيح لما يتكلم واخد بالك إبراهيم حسن لما يقعد مثلا مع عمد فتحي مرضود الإيجابي كان يبقى كويس وفي نفس الوقت كنا نقود التمريدة واخد بأنه حتى برضو يوم المباراة كنا بعاد كان لازم يموجودين في المكان معين عشان نقدر نعمل بالإيجابي السفرية على الأقل تيبقى مرضودها كويس جد انزعجت برضو من التسعين ديها النتسعين ديها فنية على المستوى الفني كنا نفوض نبقى أحسن وأفضل احنا كان خمسة شهر ديها عملنا خمسة شهر ديها رائعة وصلنا وسجلنا وهددنا وتراجع الفريق الروسي لكن من البداية كان لازم الشوت الثاني بالذات عملنا شوت رائع الشوت الثاني ما الذي لا يجعل الاتحاد المسجل يقدم استقالته المنع لا وفي يعني برضو خالي نتكلم دي مش حتتي عارف دلوقتي عندي سؤال أعاوز عرف من حضرتك طب هو استقالته ليه كويس هو في مكسب في الاتحاد ولا هو عمل خدمي لخدمة الوطن لا والاتحاد طب أنا أقول لحياتك طب برضو طب والاتحاد عمل ايه ما عندي سؤال دلوقتي الاتحاد قال أنا إن شاء الله حد عمل فريق ده والفريق ده لم يوافق وخزلوا خزلوا ولم يقصر هو في مكسب يعني وفي جماعة عمومية بتجيب الاتحاد وتشيل عارف أبس ممكن يستقي ممكن يقول الله يا مصريين إحنا خزلناكم بعض الشيء إحنا بنقدم استهلتنا حاولنا ما فيش وقت لا لا استمع ذلك أنت لا تدعو لذلك أنا أحب الاستقرار وفي نفس الوقت أنا برضو أصلي دي كورة توفية لبتوفي طيب الارجنتين يتغلب التلاتة إحنا عاوزين نقول أن كل واحد يازم يعمل في مكانه ربنا قال وخل عمله اتحاد الكورة بيعمل وقال فسيارة الله هو عملك بمناسبة بالمناسبة أن التوفيق ما كانش موجودين هنا عندك دورين موجودين جدا بين المدير الفني واللعاب أو اللعاب والمدير الفني لكن الانتحاد هل الانتحاد هو اللي بيلعب الانتحاد النهاردة الناس كلها كانت بطولة كوبر وكوبر لا في داره كوبر هنجدد له موجود جدد الثقة في جهاز في اللي انت عاوزه في معسكراتك في متشاتك الودية في حاجاتك الداخلية والخارجية كل ده أعتقد أن مرضوده كويس ترفض الدعوات باستقالة الاتحاد الكورة لا عشان أنا عندي دخل حضرتك انا دخل في تصفيات دخل في تصفيات أم الفرخة كاس عالم عندي دوقتي سريعا المدير الفن هيقعد ولا هشوف غيره لا خلاص هيتجدد له مفترض أنا معرفش دي بتاع الاتحاد الكورة مهندس أنا بريد لكن لا ما فيش وقت لأي تراجع المنظومة تمشي لازم تمشي بعد كاس العالم على طولة سريعا أنه في تصفيات وفي شغل وفيه حمد ذلك احنا هنمر بمرحلة خطيرة جدا وهي تجديد دماء الفريق فيه أكثر من سبع تمن لعيبة ممكن اعتزوا لدولية لخلاص سنهم كبر فسيحام الداخلين أنا عاوزين نعمل فريق والجمهور المصري بيحب النتائج ما بيرضى غير بالنتائج الإيجابية أو شكل أو شكل فكل ده يجب بالاستقرار بالانسجام بالتفاوم بالهدوء بالحكمة بالحجنة بالخبرات كل ده سبحانه من وجهة نظري فالموضوع لازم يمر بالسلام وبخير عشان القادم بمشاية الله تعالى ممكن اقول حاجة من السؤال ممكن اقول حاجة اخذوك فيها كابتر رضي نهاردة العصر تقريبا كان فيه ماتش اليابان اليابان وشنغال صح كده تخيل سيادتك ان اليابان فيها المدافعين والمهاجمين اطول من السنجاليين تخيل تخيل على اية حال ليه بقول لسيادتك كده لان انا تبعت شوية في قاس العالم انا وجدت كور القدم غير كوية القدم التي نعتدها فعلا يعني لو وجدت الاتحامات رهيبة تصل الى محاضر مش طرد محضر ولو وجدت صفيرة الحكم بقت عزيزة جدا قلمة ان هو يصفر الحكم قلمة يناس ان حد ينوت ويدفن يعني سنغال اربع لقات نهاردة سنغال اربع لقات كويس والبنية الجسمانية مختلفة تماما يا كابتر فهيقول لسيادتك كده ليه لان سيادتك الحمد لله الان مدين الفني للناشئين هل ممكن نبدأ مع الناشئين منطقي بنية مفروضة شوية انا عافشوا ما بيعملوا ايه في اليابان عملوا ايه هو حضرتك انا كان عندي تجربة مع منتخبين تسعة وتمين وتسعين طبعا وثلاثة وتسعين واربعا تسعين اللي خدت بيه كاس الأمم في الجزائر كان عندي الوقت رحت كل المحافظات خدت وقتي اشتغلت عملت فترات كبيرة جدا انا ببني عليها اللعيم الدولي فترة انتقاء فترة بناء فترة سلبيات ايجابيات ماتشاط مشابه للبطولة كلها عوامل انا بنظمها ببرنامج وبسهيم الاتحاد وبنفذها اعتقد ان الوقت مهم جدا وفي نفس الوقت احنا عندنا صناعة اللعيب الدولي اصحان بتحتاج وقت لان الدولي الناشئين مش قوي في اهل زمالك ام بي ام مولين انما صناعة اللعيب الدولي احنا ثلاثة اجيال بعتها تسعين خرجوا يعني انا خرجي تلاتة وتسعين خدنا كاس من الجزائر وروحنا كاس عالم في تركيا بعد كده خمسة وتسعين خرجنا سبعة وتسعين خرجنا هتسة وتسعين خرجنا ليه عشان هو الاستعداد وعشان بناء وعشان الانتقاء وعشان الشغل وعشان المتشط الودية وعشان المعسكرات الداخلية والخارجية لازم نبني الوقت بالنسبة لي انا مهم انا هشتغل واستلمت المنتخب واشتغل فيه كان نفسي اشتغل في شهر ثلاثة لكن ربنا مردش هتشغل في شهر تسع بعمر الله تعالى كان نفسي ستشور دول اشتغل فيه لان حيث القاعد بتبتدي من تحت او المنتخبات على اعلى مستوى محمد لان انا لو كان عندي من سبعة وتسعين كنت همد طبي انت تسعين يعني منتخب منا فيه رامي وصالح وجمعة ورمضان صبحي وكهرباء وتلزيجي يعني ممتد لو كان موجود المنتخبات دي كان زمانة ممتدة للفريق كبير ويتلاقي نجوم والدليل يا كابتن محمد صلاح محمد صلاح ده الدليل انت كل ما هتنزل وتبعك كالشفيك وتنزل بعينك وتشوف هتلاقي خير هو ده احنا عندنا قطاعات النشيين في مصر كنز وفيها خير وفيها مواهب مصر مليانة بالمواهب بس حيثك دلوقتي الاحتراف الجاهز العشرين مليون التلاتين مليون دلوقتي بيجي كله على الجاهز ما ينفعش منتخب مصر من هذا ما ينفعش فيه ثلاثة أربع عروس حربة منتخب مصر فوش خمسة ستة باكليفت سبعة تمانية باكريت ده سؤال محيارني جدا هو فقط عبدالشافي فقط ده سؤال محيارني فعلا ما ينفعش سياسة الشراء انت شاري باكليفت من نادر آلي معلوم من تونس سؤال محمد بصر من عشر خمسة ستة مليون في السنة بيروحوا فين بيروحوا فين بيروحوا فين لازم لا يبقى لعيبة ولا يبقى لاكس ولا يبقى مواهب النهاردة الولد لازم ياخد حقه لازم يلاقي فيه النهاردة موقيت سبعة وتسعين لازم يبقى خمسة اجبالي مع الفريق كبير كله شراء 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 بالتمنتاشر وعشر لعيب طيب وانت بتدور كده مليقتش محمد صلاح جديد فيه محمد صلاح فيه طبعا فيه ان شاء الله يعطينا اسم ان نقوله من دلوقتي كمان ست سنين يبدأ يتردد لا هو حضرتك عشانه بس لسه مابتدتش انا فترة انتقاء بشوف كويس هجمع وهشتغل واعمل ماتشاط وهقدم سلبيات واشتغل في إيجابيات واعمل احتكاك واعمل بناء واعمل دراسات واشتغل في الوقتي ده هقولك ان شاء الله تعالى اسم طيب المنتخب ده مفترض نوعي مصري المصري في كاس العالم للرجال في سنة دورة كام بقى انت عند 2022 2022 اه اللي انت بتشغل اي ده هيكون هو يبيل بس اخنين من مصري في 2022 بأمر الله تعالى احنا عن التصفيات في 2020 اه بأمر الله كاس العالم 22 ربنا يوفقك وتلاقي ناس طوال اصل الطول ده الهيب مهمة جدا بفعلا اه ممكن بولد بدربة رأس تحرف لا الولده موب تعالى وبعدين في نفس الوقت مش هي حد ينتق ويشوف العين دي مهمة جدا مع الولد الصغير يا ملعيبة كتير الزلم تصبح تعرف يا كابتر ربيع في مطش روسيا تحديدا نبس بأؤكد عن المعنى الآخر يعني في سؤالي المدفعين وقفين مش قادرين اللي جنبيل مهاجم طويل جدا مع ان احنا عندنا كابر وعجازي من غير ما يرتقي بيجيب الهد دابر وعجازي خلي بالك مش قوي يا فان لا مش قوي مش قوي يعني يا عبد الشافر بينا يدي له صحة ما فيه يعني طوله كان 176 176 وقعي 191 بيعمل كده بيجيب هد مش بيرتقي حتى مش بيحتاج يرتقي فما اعتقدش ان دي هت يعني فيها فصال وفيها تأثير هي طبيعة مهم جدا ان احنا نعودهم مهم جدا مهم جدا الاختيارات مهم جدا الاجسام في البيت يعتكف ويتفرج على المباراة ويستغرب هذا اللعب جدا فاللي حصل ان هو قابل الناس دي هناك فما حدث كان متوقع وشيء طبيعي متوقع في شيء طبيعي ان اللعب المصري هو قابل يفرج على ريال مدريد وبيلعب مع مرشونة بيبقاعد في البيت ملاكس يقول يا بص اللعيب بص كذا راح لعب مع الناس دي فطبيعي جدا هو ما يكسبش لا تلي طب أقول لك حاجة كويس أولا أقول لك على سر أنا فاكل سنة التسعين أيوة كابتن مجدى عبدالغري وده سر يعني عافش موجود على اليوتيوب أول من لزي المطش تصور مع روض خليات ما سانيا قال عاوز صورة معي أنا أحكي لك موقف حضرتك احنا تمانية وتمانين كنا بتفرج على هولندا أبطال أوروبا صحيح تسعين أبناهم يا الأوضة جنب الأوضة الأوضة جات هولندا قال لك طبعا تكسابه بالستة وتخسره بالستة والستة ضعيح ما شوفش حيطك وإحنا في الطرقة بيشوفوا جهازة الصفر وبنشوف بعضه وبنسخر بلما نزل الملع أنه بيبصونا إزاي لكن وعزيمة المصري وطنية المصري الله سبحانه وتعالى ثم الاستعداد كعن معانا مدرب عبقري ادري يعمل لنا مع عسكرات داخلية وخارجي ادري يجهزنا صحفة نية لو تلاحس عزكت سين دي والمدرب الأجنبي الأجنبي العالي السوبر الأجنبي حتى أسماء المطروحة دي لا تراح داخلنا مرحلة خطيرة جدا الضغوط على المدرب المصري صعب طيب الإعلام ساند المنتخب الوطني وسوشيال ميديا ساندت المنتخب الوطني أم أضره لا سندته ما أضرهش طول دعوم الإعلام كل اللي عيب صورة إعلانات الإعلان ده في شركة متعاخدة مع رعية بيها تتحكم خلاص ده اتفاق ده عود من الأول لكن أنا بتكلم على الإعلام الإيجابي اللي هو بيدورة مصلحة الوطن ومصلحة اللاعب طول عمرنا حضرتك كان الإعلام في ظهرنا وبينا نجوم عشان الإعلام وقف جنبنا الإعلام الإيجابي إنما فيه مواقف طبعا حتش رضي عنها إذا كان مثلا إعلان إذا كان دي حاجة مسؤولة على الاتحاد ما نجعله بيها خلاص أو الشركة الرعي عملها مع المدير الفني مع اللعيبة مع حاجات تي مش غريبا أن حالنا هو حال باية المنتخبات العربية يا كابتر ربيا عيدة حقيقة تعالى تونس خمسة مبارح بحيطك نغرب لانت ماتش حال صراحة يعني خلاص يعني تعريبا دلت فرع العربيين مصر السعودية والمغرب وتونس يغادروا طب ده مش غريبة ده ليس أه ليس ذلك هو حال الرياضة العربية وكوة القدم العربية حتى لا نظلم أنفسنا أو نجل ذاتنا يعني ودي حقيقة ودي حقيقة حضرتك سعود كسر عالم لازم يستعد له من دلوقتي صحيح لازم يخطط له من دلوقتي صحيح لازم من بكر نرجع نخلص السعودية على خير بكرة التلات المنتخبية يكونها تحددك لازم يشوف المنتخب المداري الفني ويحضر ويجهز وينظر وتخطيط وتنظيم من دلوقتي هل يبقى حاجة كويسة إن شاء الله تعالى ده لي المفروض يبقى موجود الفترة ننسى الماضي نبص المستقبل نبص التصفير للمستقبل التوقعك بكرة شايف أية من الفرقتين لديه الفرصة تلفوز المباراة في الملعب الاتنين سيان ماتش مهم جدا ماتش فنياته عالية في السير المباراة مهم جدا خلال حدث المباراة السعودية الفريق عندها كرة كويسة عندها شخاص عندها فرديات عندها قومات عندها قدرات مصر طبعا عندنا قدرات خبرات عندنا حاجات كدرية جدا سير المباراة 90 ديئة مين اللي هينفذ هو ده إليك في الشناوي هايل هايل طبعا بميرضي الله عاوزه نكمل ماتش بكرة عاوزهم الحضري عاوز الحضري عشان ينالي يعني 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 الحضري يعني كان في التصفيات راجل نعم وعلى مستوى الدولي فنديله بكرة عشان يحتزل على خير بأمر الله بتشوف مين من يعني عاوزك سيادتك تقول لي اسم تحييه اسم واحد من المنتخب من اللعيبة شناوي تحييي الشناوي طبعا عاوز منك كلمة لحمد فتح لا أحمد فتح تاريخ كبير جدا بصرف النزل على أن الكرة جات في الجيد ودخلت لكن تاريخ كبير جدا نعم اللي عليه بشكره على مجبوده والعيبة يستحيق كل التأدير والاحترام كلمة لحمد صراح وده سؤال الأخير فخر العرب طاضع محترم جدا ربنا يحفظك أنت المستهبل بإذن الله تعالى الوطن كلها بنحترمك وبندعي لك وأعتقد أن نفتخر بك محمد ونفتخر أن لدينا نجم كبير العربية في أواخر يعني عهدها قبل أن قبل أن تبدأ ساعة الرحيل من المونديال الفروسية دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة